اشتركوا في القناة وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المتصلة بالشأن المحلي والجهود المبذولة في مختلف مسارات العمل الوطني لتعزيز المنجزات التي تحققت للوطن وفق المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية المباركة التي يشهدها وطننا العزيز في كل المجالات معربا جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يوالي سموه بذله من جهود طيبة لتعزيز مكانة مملكة البحرين وتنفسيتها في مختلف المجالات وفي رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء الوطن الكرام ونوه جلالته أيده الله بما أنجزته الحكومة من مشروعات رائدة في جميع المجالات التنموية الكبرى لسيما الإسكانية منها لما فيه خير المواطنين الكرام كما أشهد جلالته أيده الله بنتائج الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة المتحدة الصديقة والتي وبما شهدته من توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم ستعطي دفعا قويا لمسار العلاقات الثنائية الوطيدة وأفاق الشراكة التاريخية والعمل المشترك بين البلدين وبمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة أشهد جلالته حفظه الله ورعاه بالدور الرائد الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها وأدائها الوطني في مختلف المجالات مهنئا جلالته صاحبة السمو والمرأة البحرينية بهذه المناسبة مؤكدا رعاه الله اعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي تحققت للمرأة البحرينية وبدورها المشرف كشريك أساسي وفاعل في مسيرة العمل الوطني ترجمة نانسي قنقر